كابتن زكريا نقدر نقول برضو ان نهاردة مفاريز الاتحاد الشرطة يكون نهاردة حسران في 35 ديام من نادي الاهل 4-0 ويرجع للمبارة تاني ويقز المبارة اعتقد ان هو برضو على مارتين يولو ان هو يعيد التفكير شوية مع لعبته لازم يبقى فيه حديث مختلف لازم الثقافة تختلف وانت كسبان بسكور كبير تعمل ايه لازم النهاردة يبقى عنده حديث اعتقد مع خط النص وخط الدفاع لان دايما مؤخرا النادي الاهلي في اي سكور مقفول اعتقد نقط دايما بيروح على خط الدفاع وبتهال ان هو اصلا المشكلة بتبقى في نص الملعب تأكيد لكلام كابتن حسام في حتة كنا بنشوفها في مصرات قبل كده للنادي الاهلي انه بيبقى فيه وقت من المبارة بيبقى فيه باسين جيم بيبقى فيه تمرير كتير والتمرير كتير ده بيبقى مهم مش معنى التمرير كتير ان الرتم بيبقى بطيء لا التمرير الكتير ده بيبقى له اهداف ولو اه ميزات ان انت اولا اللعيف بتاخد نفسها شوي اه المنافس بيبدأ يحس ان نفسيا بيقع شوي اه انت بتقدر توصل مع تحركات من غير كورة مع تمرير متقن تمرير سريع اه اه تقدر تغير الكورة من الشمال اليمين يوم يدي فرصة لجبهة تانية تشتغل اكتر ده مش تنهوش النهاردة وده كان مطلوب يعني فيه وقت مثلا وانت تلاتة صفر كنت تقدر تعمل ده دي بقى اللعيبة يا اما بتيجي التعليمات من برا ان انت مش محتاج تروح بسرعة للماربة محتاج شوية ان انت تاخد نفسك شوية محتاج ان انت تقوله اه 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 العب شوية في نص المالعب اعمل باسين جيم شوية دي بتيجي تعليمات من برا ده كان ممكن يبقى مطلوب لكن اه الحقيقة اللعبة النادي القالي طمعه قوي في ان لقوا من اول دقيقة يعني انت عندك اول 17 دقيقة لغاية لما جيت جول عبدالله السعيد عمل كورتين بالعرض واحدة من ناحية شمال اه في دقيقة ثلاثة واحدة من ناحية اليمين في دقيقة عشر والجول جي من كرة برضو عرضية من حسين السيد فاذا ده كان اسلوب اه اتغير بعد كده الاسلوب ان انت بقيت توصل بتمريرات كتير زي جول احمد فتحي وده اداء جماعي كان متميز جدا اه فبدأت تتكلم على التسديد من برا الجول اللي الشرطة جابته في نفسه كان تبريرة في العمق من عبدالله السعيد فده بقى اسلوب برضو فاذا هنا حصل تنوع في الاداء الوجومي اللي لعبت لنا دي القالي في شوط الاول بيدي للعيبة كلما تيجي تعاجم تلاقي فرصة جول او جول بقيت اربعة صفر اه عدد كبير اوي في الشرطة الاولانية طبعا ضربة الجزاء ممكن اه جول الاولاني اللي جيه اه بتاع الشرطة اه ما اعتقدش ان 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 يقول ان لعيبة الشرطة في الشرطة التانية اه خلاص بقى نلعب وجيم مفتوح لا هو كان فيه خطائين اه اه وده حصل يمكن لعيبة النادي القالي حصل لها شوية ثقة زيادة هدوء شوية ما بقاش فيه رقابة صحيح